اشتركوا في القناة 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 بس فيه امانة في البحث والدراسة والعلاج هي دي طبيعة الرياضة انما بقى احدى الصحف بقالها يومين حسستني انه احنا قفزنا ثلاث سنين مرة واحدة يعني يخلوك لازم انتبص في النتيجة 22 عشرين اه احنا احنا في كابه 22 عشرين 22 اه اما جورنان يطلع انتخابات الاهلي تشتعل مبكرا مبكرا انتخابات الاهلي 22 مش كده يعني المجلس انتخب نوفمبر المجلس انتخب 3011 2017 يعني كمان قدامه اربع سنين فات منه دلوقتي كام سنة واربع شهور تقريبا أو خمس شهور ست شهور آه خمس شهور بالزبط انتم متخيلين انه ناس انتخابات الاهلي اللي لا تبدأ الا يوم معافات حباب الترشيح اللي دايما وابدا لا لا حريص على كده نلاقي تقارير صحفية لتاني يوم على التوالي خريطة انتخابية بتتبلور قيمة فلان هتضم فلان وعلان في محاولات لترتان وزدان في خيانة من سين لصاد وكلام ابعد ما يكون عن النادي الاهلي ابعد ما يكون عن النادي الاهلي او عن حقيقة الامر ناس فجأة لعبت في عداد الزمن ثلاث سنين لو قدام ليه ليه دلوقت عشان الجملة اللي المهان سعدلي قالها واحنا هنسيب الاهلي ياخد دوري واحنا هنسيبه يكسب التمن منشاط فياخد الدوري واللي اتصرف في كل الاتجاهات ده بخ يعني الناس اللي خدت واللي اتراضت واللي فرعت واللي انبسطت المسألة خلاص يعني مفيش تمن لا لازم نبقى فيه تمن ولازم المسألة تبدأ في كل الاتجاهات المجلس اضرب في الانتخابات من دلوقت وانقسامات وتكتلات وكلام كتير جدا ثم الفريق وقع عشان تشوفوا افوارة المسألة بالنسبة للاهلي فجأة كله الاهلي بيفاوض عماد النحاس يا جماعة عماد النحاس طلع قالك الاهلي مفاوضنيش وبجدد في مكان فسيح وخلاص مش عقود والتزامات وارتباطات وبطولة هي بقت كده يعني فحتلاقي الضرب في اللعيبة ثم واقع زي واقعة حارس ناشئ محمد عصام الغندور اللي المانس عادل اشار ليه عشان تشوفوا الافوارة رايحة ازاي ده حارس موديد 97 مش الكابتن طرق سليمان مدرب الحراس هو اللي اخد قرار اعارته والراجل لما تصعد كابتن مصطفى كمال مدرب الحراس السابق وقتها رتب الحراس اللي هيستعين بيهم واللي هيحتاجهم وقال انه زي ما مشينا عمر ردوان الحارس اللي واعد برضو اعارة بقاله تلت سنين بلعب دوري ممتاز حاليا مع الجونة يكتسب خبراته وياخد ساعات لعب كتيرة يسكل موهبته ويتشاف بشكل كويس زي ما الاهلي اعار عمر ردوان حب يعير محمد الغندور تاني سنة بيعار طيب السنة دي في جمهورية شبين في الدور القسم التاني خلص جمهورية شبين دور الدرجة التانية المفروض لما بيرجع بيرجع على فرقته في قطاع النشئين محمد جاء على الفريق الاول كابتن طرق سليمان قال له محمد انت بالنسبة لي مش متسجل معانا انت حتى لو انا مرنتك دوقات انت ما ينفعش تلعب مش من حقك تلعب لا معايا ولا مع النشئين فانت الافضل لانك السنة دي اعارتك وقيدك مع الجمهورية شبين زي كل مجموعة اللعيبة المعارة فانت لسه قدامك على ما الفريق يخلص في شهر عشرة يبدأ تقييم او في تسعة يبدأ تقييم حركة الاعارات بالكامل حافظ على نفسك في الجم دلوقتي وتدريبات تجهز نفسك ما تبقاش فراحة سلبية كلام في منتهى الود طيب بس انا اكبر من مصطفى شبيري اللي موجود قال له ما هو مصطفى بيتمرن مصطفى ممكن يلعب مصطفى مقيد سيبك منه بتمرن مصطفى مقيد مصطفى مقيد وانت مش مقيد دي دي العبرة مقيد في النادي بيتمرن في الدرجة الاولى معرض انه يلعب او جهز انه يلعب فانت الغندور حارس موهوب وهيل بس ليه تتحاول لمشكلة وهي منطقيا رجل مش مقيد في الفرقة مش هيلعب فتطلع المشكلة عشان تضرب مركز حراس المرمى اللي عنده ظروف صعبة في الاصابات يعني بيغيب الشنو بيغيب شريف المطش الجان شاء الله على لطفي يثبت انه حارس كبير بإذن الله لكن انتم متخيلين تطلع الازمة ده طارق سليمان مشاه عشان ابنه يتمرم مع الفريق يا عم ابنه مصب قاله شهر ونص ابن كابتن طارق اه احمد طارق وبعدين اللي طلعه عارب واللي طلعه يعارب كابتن مصبب كمان مش طارق لكن تلاقوا تجني وظلم وافلام بهدف هز استقرار الفريق دليل انها يعني مقصودة اه يعني طيب بص تلاقيها ملت لك الدنيا كذا صفحة وكذا ما قول هدف والغرب اه يعني مش حاجة عابرة يعني يعني مش تعليق عابر كده لا ده ومتشير ومنقول وحالة من من الغضب يا اخوانا يعني احنا خلاص عندنا من الطرف وسعة الوقت وسعة الظروف ان احنا نقعد نبص اهل السلبيات عشان نجمعها بأي طريقة وإحنا يعني على وشك ان احنا نلعب اهم ما كل مطشو هيبقى اهم ومباراة يعني عشان كده بقولك لا نملك طرف الخلاب ما احنا يا سيدي كلامنا غلط وانت كلامك صح والتاني كلامه اصح ما تيجي من نختلفش مع بعض اه اه ايه الجدوى من احنا نمسك في تلابيب بعض وننقض بعض ايه الجدوى الجدوى انك انت وانت بتعمل كده غيرك بيمرر اهدافه غيره يقولك البزازة بتاعت التحكيم طب انت مش بتقول خلاف ها خلاف الرئيس والوكيل والمجلس والانشقاق على الاه يا اخي في رئيس وفي وكيل غيرنا اللي ما بيجوبوش سيرته مش سامح للوكيل بتاعه انه خش النادي اصل هو في خلاف اوسع من كده يعني الخلاف الذي يمنع وكيل النادي او نائب النادي من الحضور ولا ما يتعتقدوا البعض انه ممكن يبقى فيه حوار او منقشة او حتى مش موجودة حاجة لان انا سايب من لمين انا مش عايز اكون موجود ارصد وقاع لان انا ما بحضرش جلسات المجلس او او البتاعه لكن اللي سمعته من الاطراف نفسها مباشرة عكس الكلام ده خالص وانت بعدين اتكلمت والوحدك من غير ما تنصق معايا سمعت ايه المجلس كله متكاتف المجلس كله يعي الحجم المسؤوليات اللي عليه كمان يمكن دي مشكلة برضو لانه اترفع عن الرد او عدم ان المجلس يكون مستعد للتعاطي الاعلامي الكتير خلى اي حد بيتكلم وفي بعض الناس ممكن تبدأ تسدق لانه كمان احنا جربنا اللي هيشتغل ما هيها تشتغل هيتتكلم يعني هتتفرغ للإعلام وتطلع فيديوهات وتعمل معرفش ايه وتنصوبها وتساقل للناس وفنات يعني احنا يا ايه ما تشتغل ساذبراهيم وصل الامر في ضراوة الحرب الشرسة الغير شريفة ان واحد قالوه كابتن عدل موجود يرد حد من اهل البيت عندي اه بس هو يعني مرايح شوية ده يوم الماتش لا حضرتك الحجة من فضلك وانقاسف اللي بزعجت خليه بلغي كابتن خطيف فورا ان العدل قالي بيدربوا بعض بالازايز في القوضة في سانداونز وهم في جنوب افريق انت مين مين حضرتك قال لها اقول ليه انا انا عمادي اليماني بس مش عارفة اجيب الكابتن فهي طلعت جاري عمادي اليماني قلتلي عمادي اليماني عمادي مش موجود اه ده الراجل ظروفه الصحية ربنا ايه قلتلي لا مش فيه وعا فيه ده حد بيعمل مش نموت في الجهاز ولا العامل ده حد بيعمل يعني موقف يعني اه او ملائق الحوار ده بمنتغ الخصة اه على صفحات التواصل الاجتماعي صوت وصورة واحنا مسجلين لك يلي بتقوله الاختراق احنا مخترقين بيتك يا سلام يعني انا مطلوبك وتقول لي قال لي تبقى اخترقت بيتي اخترقت بيتي لو انا احتضنتك ودخلتك وعملتك صاحب ولادي وانت دخلت وكده صحيح زي ما كان بيحصل هنا واللي هي دي البداية اختراق النادي الالي احنا دي توابع كلها انت ما قدرتش تعمل اعلام ها وتحطه في الاماكن المؤسرة نتيجة هذا الاختراق والذين اقتلوا برؤوسهم في نفس الصفحات اللي هي بتخلق لك المشاكل دلوقت يعني الاسماء اللي انت قلتها دي بتحب الال يعني عشان نقرأ لها ونصدقها لا طب لا طب عشان كده الناس تبقى عارفة الدنيا باشي ازاي في الفترة الجاية هتلاقوا من دا كتير قوي هتلاقوا البضاعة دي هتروك بشكل كتير طب انا انا بطلب من سيبكم مننا اه لا بقول لكم حبونا ولا ايدونا احنا ولا سيبكم مننا بس اسمعوا الكلام اللي بنقوله ولو لو لقيتوا فيه حاجة تعجبكم خدوه هدفعوا بيه عن نادي الاهل طب احنا احنا البرنامج دا هدفو ايه اصاز ابراهيم الدفاع عن نادي الاهل كان سلوجان بتاعنا ايه ما تخافش على الاهل يعني احنا لما نيجي نتفرج على مباراة ما وفقناش فيها فيها ستة اسباب رعونا عدم تنفيذ قصور في الاداء خلافنا على التشكيل وبعدين تحكيم لم يعطيك حقك فتقول الكلام دا كله بعدين تقول والتحكيم اللي هو جاء لك من السعودية حكملك ورجع حكم في السعودية هو بكاري جسامة لما احنا نشير الى هذا ونقول ازاي يحصل الكلام دا واني دا مقصود بيه انه ضايع حقوقك بيسيب كل الكلام دا قولك ايه اللي بتقوله دا يعني احنا لو احنا بنقلف من حقوق تقوله اذا الكلام لكن لو بيحصل يبقى طبيعي يعني ما نقولش طب يتقلفين الكلام دا بالمناسبة الاهلي بعت جواب مبارح للاتحاد الكورة في الجزئية ديت بيقوله يا اتحاد يا موقر احنا في تسعة وعشرين يناير من قد ايه تسعة وعشرين يناير دي شهرين ويه يعني ستين يوم خمسين يوم قبل مطش الاهلي وبيراميدز بعثنا قلناك عايزين حكام اجانب من المستوى الاول يكون لعب ك Cincinnati ويكون لعب بطولة الامم الاوروبية او دوري ابطال اوروبا في المستوى الاول وقلناك عايزين دا مطش الاهلي وبيراميدز اللي هي مبارات الاهلي ومطش الاهلي والزيمال اللي هي مبارات الاهلي وبعاثنا الفلوس المطلوبة مننا اللي انت سيادتك محددها تلاحظ لنا ان انت كان عندك الوقت الكافي جدا ان انت تستخدم حكام من هذا المستوى المطلوب اللي انا دافع تمنه واللي المفروض ده اجراء عادل وطبيعي ويكفل حفظ حقوق كل الاندية المتنفسة لكن لقينك في المباراة الاهلي وبروه ما سمعتش كده خالص بل حرصت ان انت تجيب مستوى غير اللي احنا متكلمين فيه واللي احنا طلبين واللي احنا متفقين عليه من شهرين فاته فعايز اعرف ايه السبب يعني بينه بينك يا ريتنا ما طلب ايه الظروف ده بالمناسبة الحكم اللي تم اختياره لمباراة الزمالك وبرامد حكم نرويجي هوجو نيلسون منزلش المنطية العربية قبل كده وحنا لما بنقول منزلش المنطية العربية مش طعنا في حد لكن درقا لأي شبهة انتو اللي ازعلانين النازل اللي طالع تقول لا طب ما هو الدور السعودي بيجيب افضل الحكام يا سيد على عين وراسي والله بيجيب حكام من النخبة يحكموا مطش ويمشوا يحكم مطشين ويمشي لكن حكام مقيمة في الدور السعودي تجيبها للدور المصري في ظل هذه المنافسة لا سيادتك في منطقة تانية خالص ما انتاش حريصة على درقا اي شبهة على بطلاق يعني السؤال بقى للكابتن عصام عبد فتاح انت انت بتنام كويس يا كابتن عصام انت شايف ان انت اللي بتعمله ده صح يعني لما انت النادي الاهلي من بدري بيقول لك هاتلي حكا من تروح عامل عكس يعني زي ما يكون مقصود استفزاز النادي الاهلي انا المرة فات قلت ده بيطلع علينا لسانه وهو فعلا بحقيقة بيطلع لسانه بتعرف هو لو جاب برضو من كرواتيا وسيربيا وبنفس المواصفات لماتش البيرامز والزمالك رغم ان الماتش ده بتاع مين بتاع بيرامد اه يعني كمان لو جابوا يعني انما يما يبقى ماتش انا وانا اللي دفع فلوسي تجيبوا بالمواصفات اللي انا مش اللي ما طلبتهاش انا مش طالب حاب بعينه ولا من دولة بعينها انا طالب مستوى مستوى مواصفات فمسألة بقت واضحة زيانا مكشوف قوي يعني كمان المكشوف قوي والمهندس عدل اشار اليه هو حاب يقطف حاجة من كل طبق كده على السريع فكرة البرنامج كنت بقول له يا باش مهندس قال لي لا ما هو دي بقى حلقة ما يطلبه الكريهون للاهلي وهو فعلا ملك وكتابة مدام رسالته الدفاع عن الاهلي وعن الاهلي كنادي وكقيمة وكتاريخ وكفكرة وكصورة وكجمهور بشكل عام في لحظة ما قال لي ملوش إلا جمهوره بس دي سوابة ملك وكتابة لو البرنامج بهذه المنهجية اللي بيحترم فيها كل القيم المهنية السليمة من وجهة نظرنا واللي بنحاول فيها نرسي كل معاني الرياضة السليمة ولو عندنا غلط الناس تشاورلين عليه ولو عندنا تجاوز الناس تقولين هو فين ولو عندنا خرق لأي قاعدة مهنية نتقبل النقاش فيها بصدر نرحب جدا لكن لما يكون ده ده خطنا وده التزامنا ده ما يزعجش الآخرين هيزعجهم جدا أي حد عايز يستفرد بالأهلي أي حد عايز يكسر في الأهلي أي حد عايز ينال من الأهلي ويلاقي حد يقول له ستوب لازم أنه يتدايق بس كمان وهو بيتدايق يبقى عارف أنه هو بيدافع عن منطقة تانية خالص لأنه إحنا حتى في علاقتنا أو في حرصنا على علاقة النادي بكل الأندية الشقيقة لها كل الاحترام والتأدير وأعتقد محدش سجل علينا مراحظة سلبية واحدة تمثل الروح الرياضية وعلاقات الأهلي بكل الأندية بنتكلم عن ما يحصل عليه المنافسون من حقوق غير شرعية وغير سليمة حفاظا على حق النادي الأهلي ودائما لما بنقدم الرأي بنقدم الرأي والدليل بصوت والصورة ما بنتدعيش ولا بنتجاوز مع حد لكن هندخل في مناطق وليلة قوي مكانها مش البرنامج خالص هنقعد بقى ناس تلقى حكايل وناس يكتب تويتها وناس يستعرض شغل في الهلفاتها اللي لا تلقى بالبرنامج أنه يتناولها أبدا على الإطلاق ملك وكتابة يعني مش هينزل لأي مستوى من هذه المستويات لكن في نفس الوقت مش هيسكت على أي تجاوز من هذه التجاوزات دفاعا عن الأهلي مش عشان البرنامج ما يخص البرنامج إحنا مضحيين بجزء من سمعتنا ومن وقتنا ومن صحتنا لتحقيق رسالة البرنامج نفسها والجمهور كمان لازم يعرف أنه ملك وكتابة برنامج صاحب رأي مش صاحب قرار أحيانا نلاقي تعليقات الناس يوجه لك الانتقاد كما لو كنت أنت المفروض تقرر أيو طب إنتوا هتفضلوا تتكلموا بس آه هنفضل نتكلم بس لأننا ما نملكش إحنا مش نصحاب قرار إحنا صحاب رأي بس مهمتنا أنه نقدم المعطيات كاملة لأصحاب القرار وفي النهاية صاحب القرار هو المسؤول يجوز عنده رؤية مختلفة يجوز عنده معطيات مش متوفرة عندنا يجوز له وجهة نظر مختلفة عندنا لأنه صاحب قرار إحنا صحاب رأي فأرجو الناس اللي فاهم أو فاكرة أنه نملك القرار فبالتالي لما يلوم لك فلان أو يلوم علان منتظر أنه أنت تاخد قرار هو دي المشكلة بقى أستاذ إبراهيم ويمكن معايا بشكل أكثر كسافة أني ناس كتير مثلا تبعتلي وتزعل مني في الآخر طب ميرشحين لعيبة ولا مدربين أنا كل دوري أن أنا ننقل الصورة دي لمتخذين القرار المتخذي القرار لكن مش دوري أن أنا أقوله والله عجبني يعني أنت ما بتقوليش رأيك عجبك مش مسألة رأيي هو عجبني أو ما عجبنيش أنا الأمانة تقطدي أن أنا اللي بيجيلي أحوله على أصحاب أشاء هم بقى اللي بيقدر يقولوا إمتى ومين مش أنا ألاقي غضب بقى وكلام مش مظبوط طبص تلاقي أحيانا تعليقات بتحملك مسؤولية حاجات مش بتاعتك أصلا يعني وأنا ممكن أبقى لي علاقة بالتشكيل إزاي يعني مين يمشي مين ييجي مش أنا صاحب القرار صحيح إنما ممكن لو سؤلت أقول رأيي رأيك أهى اللي هو مؤكد مؤكد محطوط جنب 7-8 قراء تانين يسبقوني في المسئولية صحيح فالناس لازم تفهم دي أنا وأنا داخل دلوقتي برضو حدي بيكلمني إلحق مش عارف إيه حصل كذا كذا يا جا ما عبر لاش طريقة إلحق دي إحنا عندنا فريق إعداد بيتابع كل صغيرة وكبيرة ولما نبقى داخلين على هوا يعني ليه متصورين إن إحنا يعني إحنا لما سكين كرباج لحد لكن في نفس الوقت اللي هيجي ناحية الأهلي بنحل الكلامه وبنفنده وبنديه للرأي العام يصدقوا ما يصدقوش إذا فيه شيء فيه افتراء بالوثيقة بالرد عليها عشان ناس تعرف مين صاحب المصدقية ومين والأهداف إيه ده دورنا صحيح مش عايزين نطول أكتر من كده عشان نلحن نخلص الورانا لكن كل اللي قدر أقوله يا جماعة التكير النادي الأهلي والله 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 لم يمر في حياته في حياته في مثل هذه الظروف لإن كنت إنت قبل كده كان كل مشاكلك ليه علاقة بيك إنت إنت فرقة الكرة مش كويسة إنت تقدر تبنيه إنت فيه خلاف داخلي إنت تقدر تحل إنت فيه وزير مش عارب يقولك يخصك لكن النهاردة إنك أنت تشوف خطط إعلامية تحالفات بين أندية فلوس الدفع للأطراف المتنافسة اختراق لدلاب العمل بتاعك ودلاب الإعلام بتاعك لفطرات طويلة حتى الآن تعاني منها شائعات في وقت بقياس هل أنك تخلق شائعة يعني وناس مش بتدقى ده يعني أنا ما بلومش الشباب اللي على السوشيال ميديا أنه حيانا ينسقوا رأي الشائعات لأن ده فيه مسؤولين بينسقوا رأي الشائعات فيه إعلامين كبار يكتبوا بناء على كلام منقول مش مؤكد يعني فأنا أنا كله بقوله ماشي يا سيدي إذا كنتوا تعليم مننا حقق علينا إذا كنا قلنا حاجة يعني لكن والله لم ننطق إلا الصدق والله لم نقل إلا الحقيقة والله ليس هدفنا إلا أن إحنا ندافع عن هذا الكيان مش مطبرطية غير للحق كمان ما هو مش مطلوب مننا كمان يبقى الدنيا كلها ضد الناد الأهلي وإحنا نطلع نكمل في الاتجادة عشان الناس نبسط مننا هي مش شجاعة سهلة بس مش شجاعة يعني تفكرتني الشجاعة أنك أنت تبقى عارف أنك حتقول كلام ما يعجبش حد بتحبه فالحد اللي أنت اللي بتحبه ده ينقلب عليك فكرتني والله في الحد تادي بالكابتن عمي جيد نعمان على رحمة الله اللي هو أبريل ده شهر وفاته وشهر ميلاده كمان كان الأهلي يبقى لعب مطش وحش ويجي حد من الزملاء كاتب نقد عنيف للفرقة أو للعيبة فهو ما يوفقش فمرة بقول لكابتن ما احنا يعني لأ لازم نحسس اللعيبة دي أنها قصرت قال لي كويس بس يقول اللي الجرايط طالعة تشتم فيهم ميلها يطبطب عليهم إذا كان أنت مش هتطبطب عليه وتقومه كل الناس عمال تضغط عليه طب خلي فيه حد مسؤول يطبطب عليه عشان يقومه لو أن أنت في مصلحتك كنادي و هو بس قبل ما ما يصدقه تقومه يطبطب عليك دي طبطب عليه يعني ايه يعني بلاش الغضب والحدة تمسح دبعتهم اه إنما تقدر تقوله ايه يوم ما كنتش في حالك ايوا بس أنت مكناتك أحسن من كده ايوا هذه هي طبطب بس أنت قلت له كل حاجة قلت له تالنهاردة ما كنتش كويس يقول لي مثلا فيه فرق بين أن أنت تقول اللعب ده سيء جدا لا يصلح لا ده دلوقتي أو لا يصلح أو لا يصلح أو لا ينفعش يمثل للأهل أو أو وفيه فرق بين أن أنت تقول لم يقدم جزء من من اللي عنده يعني لم يظهر في مستوى ما زال عنده ما هو أحسن هو دي ننتظر منه الأفضل دي تطبط كانت ايوا بالزبط إنما تنتظر منه الأفضل بتحمسه بتأويمه إخلاصه منه ده ما ينفعش وبعدين تبط تكتشف إنك بتماشي كل اللعيبة ده فيه لعيبة كنا لسه بنقول لا برافو عليكم الروح وأودون ولادي النادي الأهلي النهاردة ما يصلحوش ما يصلحوش ولازم أن يمشوا ايه ده عموما فاتنا في البداية تعزية الكابتن المحترم والنجم الأهلاو الرائع الكابتن زكريا ناصف مواساته ومشاطرته الأحزام في وفاة السيدة حرموا عليها رحمة الله للأسف العزاء دلوقتي وإحنا لم نتمكن طبعا لظروف الحلقة نعتزل ونعزي ده لقطات من مراسم تشيع الجنازة الفقيدة الرحيلة إلى مثوها الأخير انبالح والنهاردة العزاء مقام حاليا لكابتن زكريا ناصف وللأسرة كل التعازي والمواساة كمان أسرة الكرة الطائرة في النادي الأهلي فقدت اليوم الكابتن نبي صلاح مدير أكاديميات النادي الأهلي للكرة الطائرة بعد مشوار حافل بالعطار الحقيقة الكابتن نبي صلاح في الكرة الطائرة في النادي الأهلي لسنوات طويلة أقصر وأعلى قفزة في مصر أقصر لاعب لكن كان يرتقي أعلى من أي لعيب في مصر رحمة الله عليك لأسرته وأسرة الكرة الطائرة العزاء والدعاء بالصبر والسلوان إن شاء الله أيضا أحب أعزي أولادنا وأخواتنا دكتور أحمد مرسي بطل مصر ولعب المنتخب السباح الفز والدكتور نابه وأخوه أيمن مرسي قاعد نشيئ كرة القنة بالنادي الأهلي وأسرة الحاج مرسي نفسها كان رجل على أعلى مستوى من العقل والحكمة رحمة الله عليه وكان مرب أولاده عنده ولدين وبنت التلاتة يفرح يعني رحمة الله عليهم جميعا وربنا صبركم طيب النهاردة لجنة المسابقات قررت تغريم النادي الأهلي 40 ألف جنيه ليه يا سيدي قال لك ليه ما بدر من جماهيره من سلوك غير رياضي في مباراة بيرامت 40 ألف جنيه طيب بالمناسبة بمناسبة هذه المباراة والسلوك غير رياضي نسب إلى جماهير الأهلي والأستاذ رئيس نادي الزمالك قال كده إزاي جمهور الأهلي وده اتهام ما ابتدت كده في صحيح الانتماء الوطني إزاي جمهور الأهلي أثناء عصف السلام الوطني أو السلام الجمهوري قبل مباراة بيرامت ما يصمتش للسلام ويفضل يهتف للأهلي وإنه الأهلي مش أعلى من مصر الأهلي مش أعلى من مصر ولا الزمالك ولا أي حد فأي نادي أعلى من الوطن مصر أكبر وأغلى وأهم وكل دول ولادها ما حناش فيه مزايدة أبدا لكن ده اتهام خطير ده اتهام بجد خطير وتردد كتير جدا الحقيقة خليني أحيي بكل تقدير واحترام الزميل الإعلام النابه والمتميز الأساس هاني حتحوت هاني حتحوت كان في المباراة كان حاضر هذه المباراة وأنا يمكن الكابتن أسامة حسن النهاردة توصل معايا قال لي أنا حاضر في المقصورة أقسم بالله العظيم ما سمعت السلام الوطني فإزاي الجمهور اللي في الدرجة التالتة الناحية التانية هيسمعه صوت الميكروفون أو صوت الإزاعة الداخلية اللي بيبث منها السلام الوطني وطي جدا لدرجة غير مسموعة للناس اللي في المقصورة فما بالك بالناحية التانية طبعا البعض أعتقد أنه أو حد هيقول لي طب ما هو أسامة حسني من الطبيعي هيقول كده للأهلي طب الزميل هاني حتحوت وهو رجل إعلامي وفي نفس الوقت يصنف بأنه زملكاوي أو عايز أقوله أنه ما هوش أهلاوي يعني مش هنحازل الأهلي والحقيقة الرجل عنده قدر من المهنية المسؤولة بنخييها عليها لكن كتب هاني حتحوت اللي أنا بهديه لرئيس نادي الزمالك ولكل الناس اللي اتهمت جمهور الأهلي في وطنيتها ده الخطر خليل عامل برنامج استضاف فيه شخصيات مسؤولة وقال لهم الكلام ده ده جمهور الأهلي ما ما التزمش وطنيتهم ما التزمش طبعا هم بيعلقوا على الحدث يعني على أنه حقيقة كتب هاني حتحوت عدم احترام جمهور ده على تويتر عدم احترام جمهور الأهلي للنشيد الوطني في مباراة بيرامز اللي قالها رئيس الزمالك في آخر فيديو ما حصلتش كنت في المقصورة على بعد أمتار من اللاعبين ولحنا ولللعبة كنا سمعين النشيد الوطني بالعافية سمعنا جزء منه بسبب ضعف السماعات فطبيع الجمهور البعيد جدا يكون ما سمعش وهتفوا أهلي أهلي فآخروا لما افتكروا النشيد خلص مش مقصودة إساءة مش مقصودة إساءة خالص وده المؤكد مش انطباع يعني 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 مش في ما ممكن حيجي يقولك إيه ما هو جمهور عارفة أن الفرقتين بيقفوا بي الجملة دي مهمة جدا آه أن الجمهور بيقفوا يقولوا السلام الوطني فهو بيقولك هتفوا في آخره آه تصوروه خلص آه أو سمعينها مهمة يعني لا يمكن ده شبابنا ده فهاني حتفوت بيقول ده مؤكد مش انطباع بيقول أنا وأنا في المقصورة ما سمعتش فما بالك بالنحية التانية البعيدة قوي فبالتالي لما نتهم الجمهور إحنا كلنا بنتكلم بس وإحنا عايزين ناخد بإيد الجمهور وعايزين نرشد سلوك الجمهور وعايزين نساعد الجمهور على انضباط بس عادة جمهور الأهلي لكن تتهموا في وطنيته تتهموا في عدم احترام السلام الوطني كنا هنلومه بدون أي تردد لو كان ده حصل بالشكل اللي انتوا بتقولوه لكن لما يطلع شاهد ما هواش أهلاو الراجل ويتكلم بكل أمانة ويقسم ان ده رؤيته الشهادة اللي شافها نقوله شكرا للزميل هاني حتحوت واتق الله وانتوا بتوجهوا الاتهامات مفيش أخطر ولا أصعب على ان انت تتهم حد في وطنيته بعد الفاصل هنشوف كيف يستعد الأهلي لأولى مراحل المباريات الثمانية الصعبة أهلا بحضراتكم من جديد تحاد الكورة أو لجنة الحكام مشكورة جابت طاقم تحكيم نرويجي لمباراة الزمالك وبيرامد لم يسبق ليه بحسب الأعمليات المتابعة حتى الآن إنه قادر مباراة في الدورة السعودي أو في المنطقة العربية هنشوف الأهل والمصري يوم الخميسة هو عندك وقت كافي جدا من طاقم التحكيم اللي هيدير مباراة الأهل والمصري المصري جات له فلوس إنه يدفع تمال حكام أجانب ماشي كويس هل بفلوس نجيب حكامنا ولا إيه هنشوف اتحاد الكورة اللي لما خد الفلوس من النادي الأهل راح جابه الطاقم اللي يرضيه هو من وجهة نظره ويرضي الناس التانية هتعمل ده مع مباراة المصري والأهل ولا لا وأنا بقول للمصري لا لأن مباراة المصري والمصري ده فعل فلوس طيب دعونا ننتظر عشان تشوفوا ما انت بتعرف تجيب طاقم كويس أو بتعرف تبعد عن الهوى وقت ما هيتقال لك ابعد هل ده هيحصل ولا لا ننتظر عشان ما نظلمش حد الأهل يبيستعد بجدية لمباراة المصري المباراة في بداية مرحلة التمانية المؤثرة تمام المباريات مهمين جدا فوز الأهل بيهم جميعا ان شاء الله يضمن له التتويج دون انتظار لأي نتيجة تانية ختمها مباراة الأهل والزمالك مباراة القمة اللي ما تحددش معاتها لغاية دلوقتي لكن المباريات التمانية فوز الأهل بيها يحتفظ له باللقب أي نتيجة أخرى مع الطرفين المتنفسين الزمالك وبيراميدز يبين أنت محتاج إيه عدد النقاط اللي أنت ممكن تحتاجها من لقاء القمة لكن في كل الأحوال اكسب تحتفظ بالدورة بداية هذه اللقاءات الخميس إن شاء الله فيه استاد الجيش في السويس المبرامة أجلة من الأسبوع التسعة تاشر اللي هيسافر يوم الأربع بعد مرانو الأخير هيكون في ملعب مختارة تيتش واللعبة هتتغدى في النادي وتتوجه للسويس للمبيت فيها مرت لسارتي المدير الفني حرص على تحفيز اللعبة من خلال محاضرة نظرية شوفوا بقى الظروف مش يختار مين لسارتي مين اللي يغيب عن هذه القائمة بالتأكيد 12 لعب 12 لعب يفتقدهم الأهلي في مباراة المصر محمد الشناوي وعمر السلية طبعا شريف إكرامي والشناوي والسلية ومروان محسن مروان والسلية للإيقاف سعد سمير ووليد سليمان ورمضان صبحي وهشان محمد بنسبة كبيرة وكريم ندفد وإسلام محارب وعمر جمال فيما يخضع للتأهيل شريف وحسام عشور 12 لعب بالضبط رمضان صبحي أحمد الشيخ خف رمضان صبحي بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيل للتخلص من ألام الإصابة العضلية اللي تعرض لها واكتفى بالجري في المراني اللي حضراتكم شايفين جانب منه محمد محمود لعب الوسط الموهوب اللي ابتعد مبكرا عن الفريق للإصابة وأجريت لي جراحة في الرباط الصليبي في ألمانيا بينفذ برنامجه التأهيلي وقطع شوت طيب فيه إن شاء الله محمد محمود من العناصر الموهوبة جدا فنتمنى له بإذن الله إيه الصح صحة دي يا شوارب حيسافر ألمانيا يستكمل برنامجه التأهيل إن شاء الله إسلام محارب هيرجع كمان عشر تيام بعد ما يتخلص بشكل نهائي من ألام الإصابة اللي أبعدته الفترة اللي فاتت لألام في الحوض ويخضع له فحص طبي بعد مباراة أو هيخضع لكشف طبي بعد مباراة المصر إن شاء الله لتحديد مستوى الدرجة اللي وصل لها في برنامج استشفاء طبعا خاص لمروان محسن من بعض الشعور بالإجهاد العضلي للاستفادة من فترة غيابه عن الفريق في المباراة اللي جاية أهل سبعة وتسعين أهل المستقبل أو فريق الشباب هيواجه المقولين بكرا إن شاء الله الجمعة ومع الزمالك السبت وانتوا عارفين إنه شباب الأهل موليد سبعة وتسعين برغم العدد الكبير جدا اللي متصعد منه سواء مع الفريق الأول أو اللي تم إعارته لأندية أخرى برغم هذا فاز شباب الأهل ببطولة الدورة من بدر قوي عنده خمسة وتمين نقطة من الفوس في سبعة وعشرين والتعادل في أربع مباريات خسر مباراة واحدة طوال الموسم سجل اتنين وسبعين هدف واستقبلت شباكه تسعة عشر هدف لهم مباراة القمة مع الزمالك يوم السبت وبكرا إن شاء الله يكون مع المؤولين فريق سبعة وتسعين بيقوده الكابتن عمرى أنور المدير الفني بمناسبة الإصابات اللي مش سايبة الأهل حتى في الطائرة هيسى معاطف طبيب الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال قال إن حالة عبد الحليم عبو نجم الفريق مطمئنة للغاية بعد ما أجريت ليه جراحة في الرجبة إمباراة حباش المهندس وقال إن اللعب خضع لجراحة لتهزيب غضروف الرجبة وتثقيب لقرحة بسيطة في المفصل كان بيحس بألام شديدة كان مفروض يعمل عملية دي من شهرين أجلها وتحمل على نفسه يجب أن يحيا وهي دي الروح الجميلة اللي احنا بنطلبها طالما أنها مش هتئزيه طبية يعني أنا يعني برضو ما لا لو هو كان لازم يعملها كان لازم يعملها إنما كل الأمنيات بالشفاء لكل المصابين بإذن الله طيب بعد المباراة اللي فاتت كان لابد من بحث كل الأمور بس يمكن دي سمات عمل الأهلي إن أنت حتى وإنت بتشتغل مش بالضرورة بتعمل ضجة وبتعلن أنت بتعمل إيه لكن بتشتغل وبترتب ملفاتك صح وبتراجع أخطائك لأنك عشان تصوّف مسيرة أو عشان تصحح مسار لازم أولا بأول لازم تشوف الخطأ لازم تشوفه ولازم تسمعه فحتى يعني اللي بيقولك على الخطأ أنت شايفه برضو مش بتكابر يعني بداية العلاج إن أنت تبقى عارف حقيقة الأمر إيه وأعتقد الكابت المحمود الخطيب رئيس النادي بوصفه المفوض من مجلس اللي درب الإشراف على الكرة وبوصفه نجمه كرة كبيرة كبير عنده الرؤية الخاصة بتأثير الشد والتوتر العصب على اللعبة اللعبة دي هي بتلعب الفرص دي اللي بتضيعها الحالة بتاعتها اللي في الملعب دي ناس وقعة تحت ضغط رهيب مش سهل أبداً وأي رياضي عارف تأثير التوتر والشد العصب الزيادة على اللعب وعلى تركيزه وعلى أدائه بتأثر على الإبداع على القرار حتى ما هو القرار ما هو القرار قرار الإبداع قرار يعني أنت مثلا وعايز تعمل كرة شب مثلا وبتاعه لو أنت هادي هتعملها لو أنت متوتر عايز تشطها بمنطال قوف أي تجاه يمكن ربنا يا كريمك الفرق بالقرار ممكن تلبس وتيجي جود ولو ضاعت يقول لك كان المفروض يتعمل كذا كان المفروض يتعمل كذا دي عايزة سبات نفسي جامد جدا وعايزة هدوء وثقة سمعتوا طبعا الجهاز لازم يمشي ساد عب حافظ لازم يمشي اللعيب الفلاني وكل الناس في لحظة الغضب تقريبا ماشت معظم اللعيبة اللي لم يكن كلهم وماشت الجهاز وغيرت الدنيا كلها والناس مش واخدة بالها أنه المركب في عرض البحر آه عندك مشكلة آه أنت خسرت المباراة بس أنت مخسرتش البطولة والنادي الأهلي اللي الأسبوع ده بيحتفل بمرور 112 سنة عمره متعامل مع الأمور الرياضية بالمنطق اللي الناس بتدفعه ليه إن أنا فجأة أرم الفوطة وفجأة أهد المعبد وأبدأ من الصفر لا خالص أكم من البطولات وحضراتكم اللي متابع فيه كورة من فترة بعيدة عارف كده لالي كان يخسر من أسوان وأسوان يهبط في الموسم ده بس اللي أهلي ياخده الدوري غيره الهزيمة بتخليه يهد الدنيا ويبدأ من الصفر اللي أهلي عمره متعامل مع الفرقة بتاعته أو مع فرقة الرياضية بالتعامل ده عشان كده الجمهور لما بيبقى في لحظة غضب فاهم إنه لازم الناس دي تمشي طب تمشي تروح فين وهو تمشي عشان تجيب مين أنت مش واخدين بالكم اللعبة اللي أنت بتكسرها أو الجهاز اللي أنت بتفقده السقة فيه هو ده اللي هيلعب بعد يومين أستاذ إبراهيم إحنا عندنا قتأ الفرقة أي ببدايلها وإلا ما كنتش في لحظة إصابة 12 اللي هيلعب تلاقي فريق صح والغلط طبعا طبعا المتشط اللي إحنا خسرناها وفيها رعونة وفيها إضاعة أهداف وفيها كل السلبيات اللي تذكرت كانت موجودة لكن أيضا بكل السلبيات دي أنت الأكثر إضاع الفرص وأنت الأكثر سرطيرة لازم نشتغل على القوة الكاملة اللي عندنا ما نفقدش ثقاتنا في نفسنا لازم وإحنا يعني لما بنيجي نقول الكلام ده ليس دفاعا أو التماسا يعني أو تبريرا للسلبيات اللي بتحصل ولكن إحنا بنقول يا جماعة أيوة بإذن الله لو ربنا وفقنا وتجاوزنا السلبيات دي الفرق أسهل في علاج الأزمات من أي حاجة تانية الصعب الحاجات النفسية الصعب إنك إنت تفقدني سخة في نفسي الصعب إن إحنا نخون بعض الصعب إن إحنا ما نتحملش بعض الصعب إن إحنا ما نشوفش الخطر الحقيقي جاي فين ما نشتبكش مع بعض وغيرنا منتاز الفرصة وعمال يكيد لنا لازم نتنبه لديه هو دين خطورة وديه النصيحة لأي واحد أهلاوي بيحب الأهلي ومش بس مننا حتى من الإعلامي القدير الزميل تامر أمين وهو بيتكلم في قناة النهار رسالته لجمهور الأهلي في هذا الظرف أنا عايز جمهور الأهلي يهدى وأنتوا عارفين إن أنا أهلاوي جدا فأنا بكلم نفسي وبكلمكم أنا أتمنى إن جمهور الأهلي يهدى أنا عارف إن الأهلي مش واخد على الخسارة خصوصا لما الخسارتين جم وراء بعض خسارة أفريقيا لأسبوع اللي فات واخصارة بيراميدز الأسيوطي سابقا مبارح فخبطتين في الراس توجع بس ما يتطوتش خبطات الراس يمكن تصدع شوية يمكن توجع شوية يمكن تحس بشوية ألم لكن شوية وحتفوق منها جع راسك بعد كده نشفى وحديد وتخبطها في الحيطة تعدي منها فهو ده الأهلي فدعوتي لجمهور الأهلي ألا تقلق وألا تحزن بلاش حالة الفوران أنا عارف أنتم مش واخدين على الهزيمة ولا الخسارة لكن بلاش حالة الفورة والثورة والغضب اللي مش هيجيب نتيجة دلوقتي وأنا عجبني الحقيقة ده اللي عجبني في حاجات تانية مش عجباني بس ده اللي عجبني في مجلس دارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وهو حالة الهدوء اللي حصلة حتى بعد الهزائم في فرق تانية تلاقيه ما الدنيا تخبطت والمدرب أقيل في لحظة واجتماع عجل لمجلس الإدارة وبيانات مش عارف إيه وحنعمل مش عارف إيه واللعيبة دي تمشي واللعيبة دي تقعد والمجلس الإدارة مش عارف إيه لا ما فيش كده الإدارة بهدوء علشان ما تبتخدش قرارات انفعالية نندم عليها لاحقا ودي الحياة ميزة في كل أجيال مجلس دارة الأهلي المتعاقبة من زي ايام صالح سليم مرورا بحسن حمدي ثم محمود الخطيب وهي فكرة الهدوء وعدم اللجوء إلى القرارات الانفعالية اللي تبقى عقب أي مصيبة أو كرسة أو هزيمة أو مش عافية فده شيء جيد رقم اتنين إقالة لسارتي من وجهة نظري خطأ قاتل دلوقتي خطأ قاتل دلوقتي الناس اللي بتطالب لسارتي ولازم يمشي يدري فهمش في الكورة ما فيش كده ما فيش كده لازم يخلص الموسم ونقعد يخلص البطولة الدوري بسلط الكاس وخلاص بطولة أفريقيا خلصت ونقعد في نهاية الموسم نشوف عمل ايه وما عملش ايه طور ايه وما طورش قد ايه حقق قد ايه ما خرجش كلامه على ان طبعا ان احنا هو ده الموقف اللي نتلحم فيه ما ندهرش مين غلط ومين ايا كان احنا مش وقت الوقت نعاتب بعض فيه قد ما احنا عايزين نشوف كيف نخرج بالفريق الى انه يدي كل اللي عنده ولو اده كل اللي عنده وقدر يكسب مطشطه اللي جاية خلاص حقالينا الهدف اللي احنا عايزينه وبعد كده على مهلنا كده وإحنا ماشيين برضو ندرس ايوه ندرس بهدوق فلكن الغضب هيقودنا الى خرارات مش صح وده ده لب الموضوع ولب الجلسة اللي كابتن خطيبة عقادها مع اللعيبة ومع الجهاز الفني الهدوق الكل لازم يهدأ واللعيبة لازم تستعد تستعد سقتها في نفسها وتشعر بالتفاف الجمهور حواليها وتشعر بحق الجمهور في الغضب وده اللي قاله له من كابتن خطيب حتى هو بيطالبهم لازم اولا فكرة انه هو يكاد يكون قال لهم احنا المسؤولين مش انتوا انا مدام باختارك وبدك الفرصة وبدعمك خلاص انا بتحمل معاك المسؤولية الدين اللي عندك بقى بس اه انا بتحمل معاك المسؤولية العب العب بلاش تحس ان الارض مهزوزة قوي العب والنادي كله في ظهرك العب والناس كلها واسقة فيك العب وهنفكرك بالناس دي كانت بتقول عليك ايه قبل تلات اربع مرشات فاته كانوا دول افضل لعيبة في مصر وهتسمعوا الكلام دلوقتي بس عشان تشوفوا هز السقة وكهربة الارض تحت لعيبة الالي مقصودة ومتخطط لها فالجلسة كان هدفها كله الهدوء الهدوء واستعادة ثقة الناس في نفسها شوية وكان فيه تلات رسائل مهمة بحسب موقع مصراوي حرص عليها الكابتن الخطيب مع اللعيبة طلبهم بالثقة في النفس اللعب بروح معنوية عالية اسعاد الجمهور وتقبل شعوره بالغضب وقال لهم مهمة جدا مهمة جدا دي بالضبط سمع من كل اللعيبة أو من اللعيبة اللي حبت تتكلم سمع من كل اللعيبة اللي عايزة تتكلم لسارتي وسيد عب حفيز شرحوله كل تفاصيل المرحلة اللي فاتت طبعا انت تبقى غضبان على اللي حصل في بريتوريا لكن انت شفت اللعيبة هنا في برج العرب ما أسرتش أو مسجلتش لأسباب كتيرة الجمهور حياهم بعد نهاية المباراة مباراة بيرامدز لو بالشكل ده بحجم السيطرة والتأثير والفعالية والفرص اللي ضاعت المباراة ما تنتهيش بالنتجة دي خالص لكن هذا التوتر الشديد اللي باين على وجوه اللعيبة كان له تأثير عشان كده مسئولية رئيس النادي كرياضي انه يبدأ يعيد الأمور للهدوء يبدأ يرجع اللعيبة للحالة النفسية الطبيعية الحالة اللي فيها من شد عصب وتوتر وإحساس بالقلق مش هتنجح أي لاعب كانت المسألة حتى في الصحافة اللي اتكلمت عن هذه الجلسة الأهرام قالت رئيس الأهلي يؤكد رفع العقوبات عن اللعبين مرهوم بحسم الدوري وكأس مصر الشروق قالت الأهلي يرصد للعبين مكافآت استثنائية في حالة الفوس بالدوري الخطيب يطالب الجهاز الفن واللعبين بمصالحة الجماهير ويشدد على التمسك بروح الفن المكافآت استثنائية وكلام ده عشان الناس يتقول لك يعني برضو لازم نلاقي حاجة يعني يعني ايه مكافآت استثنائية المفروض يلعبوا من أجل المفروض لكن انت خاص منهم لما أسروا بالزبط فاديهم مكافآة لما يجيدوا بالزبط وقالت الوطن كواليس جلسة الخطيب مع العيب الآلي قالت ان فيه عشرين ألف جنيه للفوس في المباراة ومية وخمسين ألف حل الاحتفاظ بالبطولة وخاصم تلتين ألف على الخسارة والتعادل الوفد قالت المكافآت آخر أسلحة مجلس الآلي لإنقاذ الدوري محاولات لإحتواء غضب الجماهير والخطيب يؤكد ثقته في لاسارتي ليه ثقته في لاسارتي لاسارتي وقت ما الأهلي لعب كرة حلوة وسجل جوان كانت كل الناس مبسوطة وسعيدة بيها كانت الناس كلها متفائلة جدا واللي بيحبوا الأهلي كانوا مبتهجين للأسارتي قوي واللي ما بيحبوش الأهلي كانوا قلقانين منه جدا ليه كانت النتاج الكويسة وقبل النتاج الكويسة كانت الكورة حلوة والأداء جميل من نفس العناصر نفس اللعيبة ونفس الجهاز اللي النهاردة بيترجمه نفس الرجم اللي حصل دلوقتي كان غريب جدا وقتها أنه كان محل الإشادة كابتن كريم حسن شحاتة في القناة الأولى يا ما أشاد بالأهلي وأشاد بلاسارتي وقت الإيجادة كانت الإشادة الأهلي يقدر يلم نفسه لأن الزمالك هيبقى مرهق أفريقيا الزمالك هيطلع ويروح ويجي كتير هيبقى عنده إرهاق شديد جدا من بطولة أفريقيا فرجاني ساسي ويع منه أي ورقة مهمة هتقع من نات الزمالك تؤثر عليه في الدورة برامة زو الأهلي فضيين ما رأمش حاجة الأهلي طيب شوارب ألش يمكن فيديو كريم حسن شحاتة غير فيديو وليد صلاح كابتن وليد صلاح دين كان بيتسئل هنا إيه فرص عودة الأهلي لكن نحن بنتكلم على وقت الإشادة قبل كده أو وقت الإيجادة قبل كده وأداء الأهلي كانت فيه إشادة باللعيبة وبالجهاز الفني إحنا بس بمفكركم يا ريت شوارب يفكركم مروان مروان سند لنتفت نتفت وص على نفسه بصص على حسن الشحات حسن الشحات عدة ضرب الأفصايد لجيرالدو جون شغل مش حاجات بقى صدفة ولا حاجات كور سابتة ولا ده شغل شغل انتشار وتحرك ما بين لعيبة وانسجام وتفاهم يعني كلام ساعة الفوز بيبقى هو دي نوعية الكلام طيب الكابتن حسن بستكاوي برضو فون سبورت بل رأيه في لسارتي يعلق على لسارتي وقتها كنية لوجه نظرك حيسعي في لسارتي لتعديل المصار داخل النادر آلي فنيا لو شخصيته قوية شكل شخصيته عمل ازاي قوية لو شخصيته قوية وانا بقولك انها قوية لأ حيقدر يلحق شخصيته قوية وانا بقولك لو شخصيته قوية وهي قوية لأ حيقدر يعمل ممكن بقى ساعة يعني لما يبقى فيه دربكة يبقى فيه رأيه سلب فيه مطلوب وارد يعني ما هياش يعني ما هياش أحكام مطلقة ايوة هو القصد من الكلام ده يا جماعة اللقوف عند الأحكام المطلقة الشيطان اللي هينفع يبقى ملاك ولا الملاك هيرجع يبقى شيطان في الحالتين يعني ما تكلموناش عن ان الراجل ده مدرب هايل جدا وشخصيته قوية واللعبة دي رائعة جدا وفلان ده أحسن لعب وفلان ده متوظف كويس قوي وبعدين نقلب لسطحيين قوي مع اول هزيمة او حتى هزيمتين او اي مباراة فجأة احكام القيمة هي اللي تتنسف بقى وده المشكلة الحقيقة احكام القيمة دي لازم ان تستقر انا رأيي انه سين ده حد محترم اه بعد كده يعمل سلوك غلط بعد كده يعمل تصرف غير لائق لكن عمر المحترم ما هيرجع يبقى غير محترم عمر ما الشيطان هيرجع يبقى او الملاك هيبقى شيطان احكام القيمة هي اللي مشكلة فكان لسارتي محل اشادة وتقدير واعجاب كابتن عماد متعب برضو من اللي اشاده بلسارتي بعد مطش الاتحاد نفكركم مع التغييرات العمالة مستر لسارتي وانا عايز احايا مستر لسارتي على على اسراره راح جاب سالح جمعة اللي بقى له فترة كبيرة جدا مش موجود وحط في مجرد زمالك ونزله نعم علشان صالح بيتمر بشكل كويس جدا ظهر بمجهود ومستوى عالي جدا جدا في التدريبات الراجل وعده انه يبقى موجود ما حطش في دماءه خالص الناس ممكن تقول ايه او الناس ممكن تتكلم او تنتقده حتى لو صالح وصالح نزل في ظروف صعبة جدا في الماتشين في المبارتين صالح عنده امكانات عالية جدا العيب دلوقتي عايز واللعب لما بيكون عايز عايز الكورة وعايز يبقى موجود اديله اديله عشان هيديك المرضود اللي انت مستني تغييراته رمضان نزول رمضان صبحين نزول صالح جمعة عمله فرق كبير جدا بالنسبة لشكل النادي الاهلي بدأ العب من على الجناب واللعب من على الجناب واللعب من على الجناب كبير شبير في الوقت اللي بيكون الواصل الملعب مقفول او العمق مقفول مهم جدا جدا والحلول بتيجي عن طريق يمكن تغييرات مرهان تخرج شوية لكن في الآخر التغييرات اللي عملها وزي ما قال الدكتورتها انه هم بيستناش ما بيسبورش يعني على طول مبارات الجونة لما الاهلي كان بيلعب كان الدنيا مقفولة عمل تلت تغييرات غيروا شكل المباراة النهاردة عمل تغييرين تغييرات رمضان وتغييرات صالح غيروا شكل المباراة طيب تقييم فني من الكابتن عماد بشكل موضوعي انه مصح صح ما بيستناش بيعمل تغييرات التغييرات تكون مؤسرة وهي دي طبيعة الكرة وانا بقولك لما المدرب ينزل اللعيب يجيب جون يقولك تغيير موفق ورؤية سقيبة طب لو نزل اللعيب ده ضيع ضرب الجزاء يبقى المدرب غير فريق ايه يقولك اصل الراجل بعيد عن المطشط بقاله مدة وتيجي تنزله وتديله مسؤولية زي دي يعني انت هذيت ثقة وبعدين بتحمله يعني دايما هناك ما يمكن ان يقال على ضوء النتيجة لكن في المجمل فيه اشادة بشخصية الراجل وبفكره والاشادة عندما تأتي من واحد زي كابتن عفاة نصار قال الله ما يشيد بحاجة في النادي الاهلي لو بقالها ايه ما تعالوا نشوف الاهلي عمل مباراة النهاردة كويسة كسب بترجيت اربعة نتيجة كبيرة الاهلي اشرك اكتر من لعب يعني لو اي حد قبل المباراة كان تسأله على التشكيل بتاع الاهلي كان اكيد التشكيل هيختلف لان فيه لعيبة كويسة جدا كانت موجودة برا رمضان واكتر من لعب يعني موجودين برا حسين الشحات موجودين برا صالح جمعة فيه لعيبة كويسة جدا كان يعني اي حد هتقول له تشكيل هيقولك لا ده لازم حد يلعب فيهم لا بجد لا صارتي مدرب محترم مدرب عنده رؤية كويسة جدا يمكن الرؤية دي كمان بنت في المباراة مش اللي فاتت دي المباراة بتاعة افريقيا لما عمل تغييرين كوبار قوي تغييرين دول اتقصروا بشكل ايجابي جدا عن نادي الاهلي فاعتقد ان دي بقت جراءة يعني هو حاس ان اللي برا ممكن يدي اكتر من لجوه الاهلي عاد الفترة دي بشكل كويس ابتدى يظهر بالاداء يعني بدون اي حاجة تانية يعني ابتدى اللعيبة هي اللي بتصل في الملعب دلوقتي بشكل كويس النهاردة استحق التلات نقاط اذا النتيجة بتؤثر على تقييم الناس لكن بشكل عام ما هو الرجل لما يكون كسب تسع مطشط وتعادل مباراة وراء بعض يعني يعني عمل وكسب كم مطشو وراء بعض تمن مباراة تمن مباراة وتعادل واحد فلابد انه هو يعني يبقى عنده حاجة الاخفاق اللي جيب مع بيريمدز مؤلم لانه مع بيريمدز اللي بنفسك اللي السوشال ميديا بتتابع والاعلام بتتابع هيعمل ايه معاك يعني فيه نوع من السكونة يعني او نوع من التوتر اللي هو بيخلي النتيجة دي برضو مش زي نتيجة اي مباراة تاني فهو دا للغضب وانا متفاهم ماذا الكلام لكن خلاص بقى صفحة وطوينها وانا اعتقد اللي انا شفته من امبارح للنهاردة بيقول كده بيقول ان شبابنا واعي جدا لدوره على مسؤوليات وابتدى فعلا يشوف بقى السم اللي في العسل يعني هما هما يعني بنسبة كبيرة جدا بدأوا يلتقطوا الحاجات اللي مقصود بيها تصدير المشاكل الاهلي ويرض عليه اهم اذا المسألة واضحة جدا جهود كبيرة مبزولة اللعيبة عندها قدر ان شاء الله تعالى من الاحساس بالمسؤولية لاستعادة ثقة الجماهير فيهم ولارضاوة اسعاد الجماهير الغفيرة وتكون بداية يوم الخميس ان شاء الله لمرحلة التمانية المهمين التمانية المهمين التمانية الكبار التمانية الحاسمين ان شاء الله لمسيرة الدوري لكن لو علبة الزازة تعالى نتكلم كلام مهم بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد لو علبة الزازة تعالى نتكلم السيد رئيس نادي الزمالك وإحنا لما بنتكلم على حاجة تخص الزمالك بيكون ده قولا على قول إنه تقال أو وجه اتهام للنادي الأهلي فألف بقى مالك وكتابة مناشط هذا الاتهام بكل الموضوعية والوثائقية والاحترام اتقال إنه لأمه وخلاص صلى الأهلي شالوا منبؤ البزازة فبيعيط وعايز البزازة وفي رأيه البزازة إيه يا سيدي قالك الحاكم المصري لأنه لما جبنا له حكام أجانب لمباراتين مع بيراميد خسر ومع الزمالك تعادل فالأهلي ما بيكسبش بالحكام الأجانب فمحتاج البزازة اللي هي الحاكم المصري لسان هذا طاقب فينا يعني هو دايما هو بيتحدث عن بيراميد كان موضوع خصه يعني أنا وبيراميد أنا وبيراميد طب أنا تعادلت معك وأنت فرحان بهذا التعادل يعني في ظروف موحلة يعني مش سانين ما كل انتصارات النادي الأهلي في السنين الماضية دي كلها كلها بحكام أجانب كلها على فاكرة يقولك حكام مصري تكلمه في المصري ويقولك حكام أجانب تكلمه في الأجانب حيتواجه ودواخه خلي بالك يعني طيب مصريين ولا أجانب طب انت معه أنهي فيهم أيوة ها وانا انت معه بيه مين اللي بتكسب معه بزازة أجنبية ولا مصرية طب ما نفكر بالمدير التنفيذي للاتحاد الكورة وهو بيكرر رغبة رئيس الزمالك في مباراة سموحة في نهاية الكاس كان عايز البزازة دي ساعتها مصرية ولا أجنبية محتاجين حكم مصر ولا حكم أجنبي لمباراة نهاية كاس مصر ولا أهل مشترف فيها نفتكر الكلام سروة سويلا اتحاد الكورة أعلن انه قبل بطاقب حكام أجنبي وبعت طلب الفلوس من نادي سموحة ونادي سموحة ورد الفلوس وبعد كده أعلن اتحاد الكورة أن الحكم مصري كان من الأولى إذا كان الاتجاه لمصري ما كان يعلن قبوله لحكم أجنبي وما كان يعني يرسل في طلب الفلوس والكلام ده كلت فضل قصة خبت المتحدة عشان بس ده من اتحاد الكورة يعني ما فيش فاصيل يدفع عن اتحاد الكورة أندي كبير أهلي زمالك سموحة اتحاد اسماعيلي كل نادي ليه 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 مردينه ومحبينه واعلام ليه اتحاد الكورة اتحاد دي هو اللي بدير اللعبة لأ كابتنا احنا معلناش من الحكم أجنبي ما أعلنتوش المهندس فرج عامر طلب رسمي رسميا بجواب الاتحاد الكورة قال أنا عاوز حكام أجانب ومستعد لدفع كافة نفقات الحكام الأجانب مهندس فرج عامر من حقه باعتبار ان نادي اسموحة نادي اكتهت تتير جدا المهندس فرج عامر لما عمل صرحة عظيمة نادي اسموحة يفسه حقاله أول بطولة ليه فده وضع الطبيعي ان كرئيس نادي محب للنادي عاوز يبقى الموضوع بعيدة فيه حيادية وشفافية المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طب هل ما طلبتوش الفلوس كابتن ساروت أنا أكلم حضرتك بمنتصر ايوه بالزرع المستشار مرتضى منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك باللي بيتقابل نادي الزمالك بالمشاكل الكتيرة اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفترة هفادت دي حابب جدا انه هو ياخد بطولة فبرضو بيقول أنا عاوز حكام مصريين طيب هو طبعا استاذ ساروت يعني دائما ما يبهرنا بتصريحاته جبنا له الحكم اللي برتاح له ما هو عايز يكسب بطولة من حقه انه يطلب مصريين عشان يكسب بطولة يعني يتقالي كلام ده وغيره وغيره يعني يعني طيب انت جايب كمان الاستاذ مرتضى في كاس الصوفر لا مش كاس الصوفر قابل كاس الصوفر عندك حاجة قابلية اه استاذ مرتضى منصوره هو مش عضو في نادي الزمالي اه انت بترجعني بقى ايام مضوع عبا زمالك احنا بنحاول ندور البزازة المصرية ولا الاجنبية هي الاحسن مدام كده كان موقفه ايه بقى الحكم الاجنابي لما كابتن او الاستاذ ممدوع عباس رئيس نادي الزمالك فاز للزمالك بكأس مصر بحكم اجنابي حكم يوناني وكان الاستاذ مرتضى منصور برى المجلس كان رأي وفيها ساعتها يا استاذ الفاضل انا بقيت اسقين بايد عن نادي الزمالك خدنا الكأس بالحكم اليوناني انت بتكلم في ايه حتى ليه جمال محرم شريك ممدوع عباس بيسباك الولاني انا في قصر ايه يا جباعة ايه يعني فير جدا يعني خمد الكأس بالحاجة بان ايه بشريك ممدوع عباس كانت حلو اه يعني الدنيا مليانة كده ايوة يعني تقدر تطلع حاجات طب ما تيجي نشوف مع الحكام الاجانب والحكام المصريين لا خلينا في الحكام المجري نفسه لانه على ذكر الحكام الاجانب ودي انا قلت لكم من شوية الالي ربما كان في نظر البعض عبوا انه ما بيطولش في الاعتراض ما بيقفش كتير عند اخطاء حكام بتضيع بطورة كاملة وحتى لحكام اجانب الحكام المجري اللي ادار مباراة الاهل والزمالك في السوبر في الامارات لقب كاس بطولة راحت من الاهل للزمالك بخطأ من الحكام وباعتراف منه خطأ ليه لان المباراة انتهى والتالى الاصل صفر صفر بالضبط لو خد حق النادي الاهل براكلة الجزاء براكلة الجزاء ممكن النتيجة التسعين في المية تبقى الصالح النادي الاهل نفكركم باعتراف الحكام المجري اللي ادار هذه المباراة واديا سيدي بزازة اجنبية كمان ضربة جزاء بنسبة 100% لو كتبت في التقرير لا اعيدت المباراة لكن هي تقالت على الهواء وعلى فكرة لا تحكيم اجنبي نافع ولا شافع ولا تحكيم مصري هي الفكرة مش التحكيم هو كان بيعترض على التحكيم المصري وطلب اجنبي معظم مباريات مش معظم تكاد تكون كلها مباراة الاهل والزمالك في عصر الاكتساح اللي من اتجاه واحد كل احو كم اجانب كلها حكام اجانب عارف المشكلة مش في التحكيم المشكلة في التحفيل التحفيل ها التحفيل هو اللي بيحول الامور في اتجاه تاني خالص تلجل من الناس ولا هوات التحفيل الناس اللي بتقول احصائيا الاهل تلت حكام اجانب مكسبش معاهم خالص لا والله انت بصت في مباراتين بيرا ما زمتش الزمالك فعشان كده اعتبرتها دليل ومستنى انت بيرا كان موافق على هذا الدليل وعلى هذا المنطق موافقين بس ما نمد بقى الخط لاخره نطوله بقى الخط الاجنبي ونشوف البزازة الاجنبية ديت لما استعين بيها في مباريات القمة الحال كان ايه ومش هقول لك مباراة ولا اتنين ولا خمسة ولا عشرة اخر عشرين مباراة للاهل والزمالك اخر عشرين مباراة للاهل والزمالك هتقابلوا فيها مع بعض ما لنشدعوا ببيرا مدز العشرين مباراة بزازة محلي ولا اجنب اه العشرين مباراة الاخيرة بين الاهل والزمالك الحكام الاجانب اداروا 17 منها والحكام المصريين اداروا 3 أعتقد 20 نسبة كافية للحساب والنقاش والقياس عليها للزميل العزيز الأستاذ أحمد عفيفي لأنه تلع قال لك آخر 3 مباريات لحكام أجنب للأهل الأهل ما كسبش فالمعنى الضمني أن الأهل ما بيكسبش مع الحكام لا أنا موافقك وموافق منهجيتك وانت راجل مهندس مدي للخطة على آخره بقى اتكلم في 20 مباراة أهل وزمالك هتلاقي في 17 حكم أجنبي قدروا لقاءات القمة السبعتاشر أجنبي دول و3 حكام مصريين دقال العشرين الأهل مع الأجانب واخد الرقم الأعلى الأهل كسب الزمالك مع الصفارة أو مع البزازة الأجنبية 8 مرات مقابل كام مرتين للزمالك و7 تعادل آدي السبعتاشر مباراة الأخيرة في القمة مع الخواجات خد من ده كتير بقى الثلاث حكام المصريين إبراهيم نور الدين حكم الدورة الربعية البطل الدوري 2013-2014 الآهل فاز بهدف أحمد توفيق في مرماه واحتسب ضربة جزال الزمالك ضيعها فاز الزمالك مرة واحدة مع الحكام المصريين محمد الحنفي في الدور الثاني للموسم الماضي وتعادل للفريقين يعني سيادتك اللي مستفيد جداً من البزازة المصرية الثلاث مباريات في العشرين مباراة الزمالك كسب مرة والأهل كسب مرة وتعادلوا مرة لكن لما جات للصفارة الأجنبية السبعتاشر الآهل كسب تمانية وأرجوك الكلام على أنهي بزازة ما ينسيش الناس دي أبداً إن فوز الآهل على الزمالك ستة واحد في 16 مايو 2002 كان بحكم طلياني وفوز الآهل على الزمالك 4-2 في 4 نوفمبر 2004 كان بحكم توركي مصطفى شولجو وفوز الآهل على الزمالك 3-0 في فبراير 2005 كان الحكم بيرتراند لايك و16 يونيو 2016 نهاية كسب مصر الأهل فوز على الزمالك 3-0 بحكم نرويجي في كهاء كسب مصر كمان 2 يوليو 2007 الأهل كسب الزمالك 4-3 بالحكم الأسباني ألفونسو بوريز في دور التمانية الكاس مصر الأهل فاز على الزمالك 3-1 في مايو 2010 كان الحكم إيطالي نيكولا ريتسولي في 15 ديسمبر 2013 دوري أبطال أفريقيا الآل فاز 4-2 بالحكم الكاميروني وخد منده كتير جدا أخيرها 8 يناير 2018 في الدوري والفوز 3-0 وكان الحكم الإيطالي ديفيد ماسا أنا بس عايز أتوقف على تعليق الأستاذ أحمد عفيفي اللي بيقول فيه الحكام الأجانب في آخر 3 ماتشاط مرتين مع بيرامد ومرة مع الزمالك الأهل ماكسبش خسر مرتين وتعادل مع الزمالك طيب يا أستاذ أحمد ممكن تحليلي أداء التحكيم الثلاث ماتشاط لما يكون الآلي خسر بفارق هدف وله ثلاث ضربات جزاء أربعة ضربات جزاء في المباراتين لما يحتسب قول لي لا ملوش أو قول لي لا له بس مش عايز غير كده في الماتشاط اللي خسرها الآلي كان له ضربات جزاء ولا ملوش والحكام دول كانوا جايين منين بس يعني لأن الحقيقة أنه هو ساذ أحمد وراجل منظم جدا وكلامه والمتحدث الرسمي للادي بيرامد فبرضو حيتسم بالموضوعية طب ما تاخد دي لمزيد من الموضوعية ولمزيد من المد المنهاجي بقى خلي الخط يطول لأبعد مدى مش عشرين مباراة عشرين سنة عشرين سنة أهل وزمالك عشان حكاية البزازة اللي أهل عايزها ما عرفش أجنب مصرية ولا أجنبية في آخر عشرين سنة أهل وزمالك اتلعب تلاتة وربعين مباراة في كل البطولات الأهل فاز اتنين وعشرين مرة الزمالك فاز تسعة وتعادلوا اتناشر مرة والأغلبية الكسحة حكام أجانب يعني تجيب حكام أجانب على مدار عشرين سنة الأهل يتفوق باكتساح في عشرين مباراة أخيرة الأهل يتفوق مع الأجانب لما تجيب حكام مصريين تلاتة انت تكسب مرة والأهل مرة ويتعادلوا مرة الكل بيتراضع وبعد كده يتهم الأهل انه ما بيكسبش إلا مع الحكام المصريين في حين ان الأهل ما بيخسرش مباراة إلا مع الحكام المصريين أو الأجانب العرب المحليين الأجانب العرب الأجانب العرب الحكم القرسعودي دلوقت ده تفصيلة لي فكرة علاقة الأهل بالحكام سواء مصريين أو أجانب الأهل وإزا مالك وليه الزمالك لأنه رئيس نادي الزمالك وجه هذا الاتهام وده الاتهام برضو للأهلي يشكك فيه انتصاراته لا الزمالك بيكسب مباريات كتيرة بجدارة واستحقاق سواء مع حكم أجنب أو حكم مصري والأهلي بيحقق انتصارات كتيرة جدا بالحكم الأجنبي والحكم المصري والأجنبي بيغلط والمصري بيغلط وجبتلك إزاي الحكم الأجنبي نفسه أضع على الأهلي لقب كاس كاس السوبر في الإمارات لصالح الزمالك واعترف وقال لك دربة جزاء مية في المية وجبتلك إزاي الزمالك خاد كاس مصر باعتراف الأستاذ مرتضى منصور نفسه وقت ما كانش في المجلس بحكم يوناني هو وصفه بأنه ما كانش سليم وأنه كان نتيجة علاقة ما فده الوضع بالنسبة للتحكيم عايزين نقباله نقباله لكن التشكيك في الأهلي أعتقد مش هيبقى قدامنا إلا الرد بهذا المنطق وهذا المستند وهذا التقدير للجميع لا وبرضو فكرة إنك إزاي بتشكك بتحاول بالسخرية والتهكم يعني عايزين بقى نفضة صيرة في الحتة دي حتى يا باشوندس يا حضرني برضو هو أنت لما تطلع تتهم جمهور الأهل إنه ما احترمش السلام الوطني سيادتك ما افتكرتش إن أنت اتهمت اتحاد الكرة إنه أخذ شرف تنظيم كأس الأمم بطريقة مش سليمة يعني يعني مش الكلام ده تقالوا الناس سمعته ليه إحنا يعني وقت ما يحصل ده لا يبقى الأهل هو الغلطان عموماً أعتقد الأمر واضح جداً للجميع وواضح إنه المنطق فين والمستند فين هنطلع لفاصل بعد الفاصل المنافسة مستمرة وخريطة الطريق ماشي إزاي هنستعرضها خطوة خطوة واحدة واحدة بعد الفاصل أهلاً بحضراتكو من جديد لمناسبة الكابتن متحط شلبي والفيديو اللي إحنا عرضناه كابتن متحط إحنا يعني طبعاً إعلامي كبير له قيمته له تاريخه وعودته للشاشة مرة تانية من خلال قناة النيل للرياضة قناة الدولة المصدرية تلفزيون المصرية تلفزيون المصري مؤكد أن الوضع لازم أن يبقى فيه القدر الكامل بين الأندية مع بعضها دي مش قناة بيرامتز دي مش قناة بيرامتز قولاً واحداً كان مفهوم ومعقول ومقبول وجهة النظر في قناة بيرامتز لما تبقى ضد النادي الأهلي مفهومة لكن تلفزيون النيل للرياضة قناة النيل قناة التلفزيون المصري لا مطلوب منها تكون ضد الأهلي ولا ضد الزمالك ولا الصالح ده أو الصالح ده قولاً واحداً ده تلفزيون الدولة اللي فلوسه من دفع الضرائب في مصر يستدبعه الأمر بالتأكيد مسؤولية عامة معالجة موضوع عبدالله السعيد بعد كل ده وإعادة فتح الموضوع بمناسبة بمناسبة أن نوصله عماد متعب قال كذا طيب عماد متعب الراجل نجم كبير حتى الكابتن عماد متعب لما قالها كان إيه المناسبة يعني يعني ليه ليه الموضوع ده يتم إحياءه تاني في اللحظة دي يعني للضغط على الأهلي بعد الهزيمة هو كده اللي يحضر لسه مستمرة هذه وإعادة الكلام المكرر اللي ترد عليه كتير يا أستاذ إبراهيم بس أنا عايز أقول حاجة هل من حق أي لعد وفي مقدمتهم الكابتن عبدالله السعيد إن هو يجدد أو ما جديتش تبقى لقياسه الشخص المصالحه الإجابة قولاً وحداً طبعاً هل هو يبقى غلطان لو اختار العرض الأكبر وانحاذ إليه ومرضاش يجدد مع النادي الأهلي مؤكد أما ليلتم مما هيجي للدنيا ليه حاجة بسيطة جداً لأنه كان ينبغي عليه أن يصارح النادي الآن دلوقتي إنت روح وقبضت 40 مليون جنيه واستمرت على إنك تقول للنادي الآن أنا بعمل صلاة استخارة أنا جاي لعروض أجنبية أنا لم أستقر واخده في سكة وإحنا ما كناش لسه لعبنا الزمالك يعني تخل أنت الفلوس دي أنت قبضها وليسه فيه ماتشات أي ده اللي زعل النادي الآلي مش إنه هو خد هذا يعني هو ببساطشة شديدة لو جه في التوقيت المناسب من حتى من غير ما يقول زمالك مش مطلوب منه أنا مش هجدد وخلاص وقفل له الملف ده قوله مع هذا خلاص أنت حر هنعمل إيه يعني إنما يطلع الأهلي غلطان رؤية النادي الأهلي لا أنت روح تخذت هذا المبلغ كبير جدا وزمالك عرفوا به من خلالك يعني شوف بقى الفرعة يحصل لها إيه وبعض الذين كانوا لسه مجددوش تأثروا بالكلام بتاعك يعني لا هنا ده مش من حقك مش من حقك تقبط مليم قبل ما ما تخرج براسوف الأهلي أو تقول ما تعملوش حسابك علي لا ده حصل ولا ده حصل آدي المشكلة بتاعت عبدالله السعيد أي حد هيخدها في في منقشة بخلاف هذا يبقى مش بنقش الموضوع بنقش حاجة تانية وانا عشان أبصر المسألة بموضوعية هو الناس بتبدي رأيها بس صاحب القرار خد قراره مجلس إدارة الأهلي في هذه الأزمة تحمل مسئولياته تجاه النادي الأهلي وسوابة النادي الأهلي وخد قراره زي كل مرة الأهلي حاس فيها إلى مبدأ وخد قرار وقتها كان بيبقى باين أن لا أنت هتلعب إزاي بالأشبال ده أنت هتدمر جيل ده الدنيا هتبوز ده أنت هتقضي على مجموعة كاملة ده الزمالك هيكسبنا كتير مخاوف قد تبدو وقتها في ظرفها منطقية لكن لما الأهلي يكسب وينتصر لمبدأ ويقول أن لا فيه ثوابة في النادي لا يجب اختراقها ترجع الناس تتذكر في 2019 ما حدث في 85 هنا وفي كل مرة الآلي أخد قرار تربوي ضد لاعب واستغنى عن آخر شي طبيعي فما بالك مع عبدالله السعيد هو عبدالله السعيد كان حد أنكر قيمته وموهبته ودوره وتأثيره لا طبعا لعيب كبير هل كان النادي اللي قال لي ما يساعدوش لعيب كبير لا كان يهمه جدا أنه يستمر بس هتستمر وفقا للنظام والوضع بتاع النادي واحترام الناس ولا لأ عبدالله لعب مؤدد لكنه في هذا الموقف سلك مسلك مش صحيح ده أنا طلعت مع الكابتن في مدخل مع الكابتن متحد اي وكان بيسألني في هذا الموضوع لسه ما كانش حد عرف ايه اللي حصل يعني ما تدولوا اللي هو قلت له آه كابتن متحد أنا ضد اي حد يلوم كابتن عالميها سعيد يلوم الكابتن عبدالله السعيد ولا كابتن أحمد فتح إذا ما جددوش أيوة أنا ضد هذا احنا عايزينهم يجددوا حنبقى سوعدة جدا جدا لكن لاهم مجددوش هما ما عملوش حاجة غلط أنا قلت كده بس ما كانش الموقف بتاعك كابتن عبدالله ظهر أنه هو كان خلاص أبد وأبد مبلغ ما حصلش وما بيقولش وكل زميله عارفة إلا الإدارة هي اللي مش عارفة لأ ده في عرفة أي حتة في الدنيا ده يتاخد قرارات فيها ضد كل الأطراف اللي تصرفت بالطريقة دي لأنك انت من شروط إنك انت آه آخر ستة شعر من حقك تاخد القرار بس بشرطة اختار النادي طبعا حفاظا حتى على ارتباطاته وكمان ما تقبطش ما الليه انت بتقبط ليه دلوقتي جدد يا سيدي لكن إنك تقبط فلوسه انت اللي بتلعب معايا وقابد من المنافس وهتلعب ضده هو ده المشكلة يمكن دي غابت عن الكابتن عماد عشان ما نقصوش في هذا الأمر الزاوية دي لأنه ولا شفها كده كان حيقدر إن احنا لكن أنا بقى اللي يدهشني إن الكابتن ميت حتيكررها ويبني عليها فقرة قد كده ولوم في النادي الآلي طب أنت زعلاني والنادي الآلي ده عايز أعرف من اللي دفع التمن في وجهة نظرك النادي الآلي بما إنك بتلوموا الآلي يقول الآلي دفع التمن رأس الآلي ده قراره وتحمل مسؤولياته إنما إنك انت تقعد في هذا الظرف وهذا التوقيت اللي مالوش معنى تصار هزي القضية من جديد لبلبلة الرأي العام ما فيش ماتشا أستاذ إبراهيم بنلعب ولا بحق بقصة لازم تخلق لك الموضوع ولا يجرؤ حد يتكلم على المنافس ما حدش بيتكلم خالص أطبعا ولو يقول لك ولو يتكلم يسمع ما لزة وطابة والحد النادي قول لك أنت صرفت مش عارف ديتلي فلان كام وجبت فلان بكام ولا حد ينقش هذا الأمر مع المنافس خالص النقطة اللي تخليك برضو المسألة تبقى واضحة قدامك أو أنها مستهدة في النادي الأهلي أنك أنت خلاص التحكيم خلاص الماتش اللي فكن الجمهور وبعدين مرروا التحكيم في زحمة الجمهور دلوقتي أنت داخل على المصري لا إخلاق لك بقى موضوع كابتن عبدالله سعيد أهلي غلطان ولا مش غلطان بدون مناسبة الغندور اللعيب اللي مش متأيد ناشئ بصرف النظر مسجل في نادي يا سيد أحسن لعب بس هو خلاص هو مش مسجل في النادي عايزوا يتمرن على حساب حد ليه بالفرقة ده هو دلوقتي بمفروض أن ياخد فطرة راحة لمدة شهر ويرجع يسلم نفسه في النادي ويقولهم أنا جاهز على التدريب لكن فكرة الزج بالمشاكل وافتعالها في التوقيت ده لازم إحنا نتنبه منها بقى عش كده أم بقولك أنت مالكش إلا جماهيرك حقيقي ده أنا أعتقد بعد العرض الكامل لفقرة البزازة اللي بنشكر عليها لصديق العزيز وزميلنا في العداد عبد منعم القسطة لأن الحياة على وجه سريع قدم لنا هذا الرصد الكامل لعشرين سنة أهل وزمالك وعشرين مباراة أخيرة بالحكام لكن الخريطة بقى دلوقت إحنا قلنا عبد الله السعيد خلاص سواء للكابتن متحد أو لغير الكابتن متحد شالبي اللي قال لي أخد قراره أخد قراره هو مسؤول عنه والله أنت ليك رأي ده رأي يخصك برضه اللي قال لي غلطان أو مش غلطان ده حاجة مش في معاده في معاده إيه لكن في معاده مش بعد كل ده جاية النبش فيها دلوقتي بهدف إسارة الجماهير تحريض الجماهير تحريض الجماهير ضد الكابتن محمود الخطيب بصراحة لصالح أطراف أخرى واضحة على المشهد وبينها وكله بتمن وكله واضح باستمرار قلت ودت وأنا كمل بوضوح شديد بهدف الضغط على الآلي وإعاقة الآلي وإنه الآلي مش هيخد البطولة ده رأيهم وده عزمهم لكن الآلي خد قراره ضد عبدالله سعيد ضد فلان ضد زيدان ضد علان في النهاية هو المسؤول عنه هو اللي بيسير شؤون النادي هو اللي تاريخ الأهلي حيشكره أو حيلومه حيزكره أو حينكره وفقا للقرار اللي أخده في هذا التوقيت لصالح سوابة النادي انت مش عاجبك ما فيه كتير جدا من سوابة الأهلي مش هتعجبك وده ضروري وده أكيد وده طبيعي لكن باستمرار نتحين الفرصة عشان نقعد نضغط على الفريق في الوقت اللي مازلت بقى أكرر لا يجرؤ أحد منهم على النظر للمنافس الآخر فأنا محدش يكلمني لا على التناول الإعلامي ولا على المسؤولية المهنية إنما تصدر نادي الأهلي الدوري قبل مبارات بيرامد ما تفتحش الموضوع ده ليه ومتفتح بمناسبة الله إنك أنت جات لك هزيمة مدايق الناس بالزبط وده التصيط بقى فقرمي مزيد من الملح على الجرح أي خليه أتقلم أكتر لله يدرك يا عمر خريطة الطريق بقى للفترة اللي جاية لأنه كله بيتكلم الدوري ممكن يروح فين أعتقد حضراتك وحفظته بما يكفي إنه الأندية الثلاثة فرصهم ماشي إزاي الليل والزمالك فرصهم متكافأة بشكل واضح جدا كل نادي عنده سبع مطشات ومباراتهم مع بعض هي المبارات التامنة الآلة يلعب مع المصري يوم الخميس وهيلعب مع الجيش أول مايو وهيلعب مع النجوم 5 مايو بمناسبة النجوم كابتن مؤمن سليمان والمدير الفن استقال وتم اليوم تعيين كابتن رمضان السيد مديراً فنياً للنجوم النجوم مع الآلة 5 مايو والإسماعيلي ما تحددش والإمبي ما تحددش والمقلين ما تحددش واسموحة ما تحددش ولقاء القمة الأهل والزمالك ما تحددش رأيك ايه في ثومانية الاهل دي بص يا سيدي التلات فرعا ده حظوظ الاسبوع الجاي ده هيقول لك حظوظ مين الاقو المباراة الاهم بيراميدو الزمالك ليه اذا فاز الزمالك هيرجع بيراميد يبعد خاصة ان بيراميد سابق لأهل الزمالك بمطشين بمطشين اذا تعدلوا هتبقى دي النتيجة لو فاز الاهل لتساوتوا الحظوظ يعني تقصد لو تعدلوا يبقى بيراميدو الزمالك كل واحد هيبقى 61 نقطة والاهل الثمانية وخمسين هيبقى 61 يبقى اشتباك سلاسي في 61 نقطة هيبقى كده دي النتيجة اللي ممكن تقولك بقى ان كل الناس هتبقى بس طبعا هيظل بيراميد سابق سابق بمطشين لكن لو فاز لو فاز على الزمالك هيقفز ما هيطير منه مطش بقى ده هيبقى فارق مباراة واحدة بالنسبال وبينه وبين الزمالك وتعيد التوازن الى المنافسة الثلاثية لكن انت تعمل ايه انت كنادي اهلي بقى ما تفكرش غير في مطش المصري انا رأي كده انا اكسب ولازم اكسب طب لا قدر الله والاهل ما اكسبش وهم ما تعدلوا تبتدي الفرص ما تنتهيش لكن تصعب لان مش هتبقى الموضوع في ايدك بقى هيبقى في ايد النتائج لازم حد ما انهم الكعب تحديدا الزمالك الاسبوع الجاي ده اسبوع مهم جدا 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 طيب المباراة المتبقية للاهلي قلناها للزمالك بكرة الثلاثة مع بيرامدز بعد كده واحد مايو الزمالك والانتاج يعني الاهلي اللي اسبوع الجاي اسبوع عسكري الاهلي بيلعب مع طلاق الجيش الزمالك بيلعب مع الانتاج الحربي ده واحد مايو الزمالك والاسماعيل ما تحددش ومع دجلة ومع الحدود ومع الداخلية ومع الجونة ومع الاهلي في لقاء القمة دول اللي ما تحددوش للزمالك ايضا بيراميز هيلعب الزمالك بكرة الثلاث بعد كده هيلعب المقاصة يوم 30 إبريل والمصري يوم 5 مايو وما تحددش للبيراميز مباراتي دجلة والنجوم وحرس الحدود كمان ما تحددش طيب فاضل إيه للقاء القمة من مباريات اللي هيحسمها إيه الفرق اللي ممكن تأثر على مسيرة السلاسي نشوف رأي الأستاذ حسن مستكاوي في أونو سبورت أنا بقول للثلاث فرق في دارة القمة اللي بقية في مبارياتكم يعني اللي فاضل لكم هو اللي هيحسم البطولة مش دلوقتي خالص زي ما عماد وزي ما وليد قال صعب جدا السباقي يعني أنا شايف ناس من بعد المطشين بتوع مبارح بتتكلموا إن خلاص الزمالك طلع إن بيراميدز هو التاني أو هو اللي ممكن ياخد البطولة وإن الأهلي بره أنا مش صحيح خالص لسه في مباريات مهمة مش هم مع بعض كمان وده في الفرق اللي هي بتقاتل من أجل البقاء وحياتها إنها تفضل في الدوري هتبقى في منتهى الشرصة لما تلعب قدام الأهلي والزمالك وبييراميدز هتبقى صعبة جدا أنا بس النقطة اللي أنا يعني بفتكرها دايماً واتدائش فيها إن اتحاد الكورة ولكن ده مسابقات دايماً يقول لك الأهلي والزمالك طلعهم بره الأرعة خليوهم في الآخر عشان الدوري حيكون ضعرة فتبقى المسألة سهلة يعني ساعات بقى تلاقي دوري زينا السنة دي ممكن مطش الأهلي والزمالك هو اللي يحدد حتبقى الدنيا مكهرباء يعام خلوهم يلعب وسط الدوري عادي زي أي فرقتين في الدوري ويعملوها قرعة بقى فيهر ومش مهم مين يلعب مع مين يعني الحكاية دي بالها سنين تتكرر لكن مش عادي تتحط في معاد معين في الدنيا في الآخر صح بطريقة إن يعني حد منهم حيخوص الدوري بدري فالمطش بتاعهم حيبقى مش مهم لا أهو حيبقى مهم بقى هو طول عمره حسن مهم طول عمره مهم يعني طول عمره مش جيل لها صح لكن ده طريق التفكير الحقيقة صعبة جدا التلات فرق لسه قدامهم مطشط صعبة وحتى مش هتكلم على الفرق اللي هي خايفة تنزل كمان المصري لم يلعب مع الأهلي أو المصري لم يلعب مع الزمالك أو هيلعب حتى مع البيراميز اللي عايز يكسف عايز يعمل مطش كويس وانا موافع لهذا الرأي ان دوري احنا برضو عملين الكلمة لأكين كل فرق هتكسب كل مطشط بس ده مش هيحصل مش هيحصل الدوري السنة دي شارس مع جميع الفرق وكل الفرق هتفقد نقاط بخلاف موجهات الدوري صعب يعني انت ما تتفرج يعني احنا مثلا اسبوع جاي بطول طلاع الجيش مع الآلي والانتاج مع الزمالك لو قلت الكلام ده في بداية الموسم لا ده الانتاج مطش أصعب كتير طب دلوقتي الطلاع بقى افضل ظروفه افضل من الانتاج مش كده يعني ليه لقوة الدوري صحيح طيب هل الاهلي هيقدر يلم نفسه هل الزمالك ممكن تكون عنده مشكلة لفترة الجاية وايه هي نشوف رأي الكابتن وليد صلاح الدين نجمي الاهلي السابق ومدير الكرة في الاتحاد الاهلي يقدر يلم نفسه لان الزمالك هيبقى مرهق أفريقيا الزمالك هيطلع ويروح وييجي كتير هيبقى عنده إرهاق شديد جدا من بطولة أفريقيا فرجاني ساسي ويعملنه اي ورقة مهمة هتقع من نادي الزمالك تؤثر عليه في الدوري برامة زوال الاهلي فضيين ما رأمش حاجة دوري الاهلي بالقايمة الجديدة من يناير لا يقدر لو اشتغل على نفسه كواس جدا يقدر يكسب المحشات كلها صح وهتبقى مباراة الزمالك هي الفايصل في مين ياخد الدور طيب الاهلي والمصري يمكن حاليا الزميل محمد مصفى في العداد بيقول الكابتن سيف زاهر حاليا أحل أعلن أنه مطش الأهلي والمصري يوم الخميس اتنقل بدلاً استاد السويس إلى استاد الماكس استاد الماكس في الإسكندرية يستضيف هذه المباراة ده حسب تأكيد الكابتن سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة طيب بمناسبة اتحاد الكورة وأعضاء الاتحاد المهندس أحمد مجاهد كان مع الأستاذ تامر أمين في قناة النهار نشوف رأي الأستاذ تامر أمين فيما يفعله اتحاد الكورة مع الأهلي والحكام في حضور أحمد مجاهد أنا رأيي الحقيقة مفيش حاجة اسمها نادي يدفع فلوس حكم دي شكلها وريحتها مش حلوة الاتحاد الكورة وافئ على استخدام حكام أجانب الاتحاد الكورة هو اللي يجيبهم لكن النادي هو اللي جاي مدافع الفلوس مش عاجباني يا كابتن مجاد والله العظيم وحيات ربنا لو دخلت جوا قلبي حتلاقي نيتي حفاظا عليكم وعلى سمعية الاتحاد أنا عشان بس أتقل يعني قاطع معك في الكلام المسألة دي احنا بقلنا أكتر من أسبوع وعشر قيام كل المسألة خلاص احنا شايفين المسألة زادت عن الحد والموضوع بدل ما كانت فيه ماتش فيه حاسسية أو ماتشين فيهم حاسسية الموضوع تحول لمجرد يعني اللي معه فيه يجيب حكام ودي مسألة ما هياش لكن انت بتتكلم في موسم وهذا ما تم فخلاص انت بتتكلم بتكمل الموسم لا أنا عارف انه موسم مراح بس ده معناه ان انتو هتحدوا قرارا من الموسم اللي جاي حكام مصريين بس احنا كل الكلام انه فيش قراثة هتتم ان المفروض المسألة دي تقف عن بكده وكفيه احنا حتى مسألة التبادل اللي حصل بين حكام شمال افريقيا انه احنا بيروح حكامنا الحكام مباريات في تونس وفي المغرب وكذلك بيوحكام من تونس ومغرب ممكن تكون برضو بنسب محددة او فيه كلام ان يبقى فيه نسبة لكل نادي لو فيه ماتشاو ماتشين فيه وكل ده تحت الطرف يا رئيس اللي عايز يستعين بحكامنا المصريين اصحاب الكفاءة والخبرة والثقة والنزاهة اهلا وسهلا لكن الدور المصري يحكم حكام مصريون زي الدور الانجليزي زي الدور الفرنسي زي الدور الالماني زي الدور الهولندي مليش دعوة بالدوريات الخليجية اللي كل حكامها اوروبيين مش قضيتي انا بحاول امشي زي الناس اللي سبقتنا في كرة القدم وهي اوروبيين انا استاذ تامر امين بالحس مش حتى الحس الاعلامي والله الحس الانساني الحس الطبيعي ازاي ده بيحصل نقطة مهمة جدا اللي لمشها دي اه انتو ازاي سكتين على كده ازاي استسهلتوا العملية دي انه في نادي من الاتنين يدفع فلوس الحكام ويجيبهم من برع طب دي كمان الانيل منها مش بس بيدفع الفلوس ده بيتدخل فيه اختيار او بلاش هسي دي هو بيتدخل هم بيجيبونه اللي هو عايزه احنا عارفين مزاج سيادتك عايزين فيه كده احنا عايزين نحافظ على اعلى فرص الشافافية والنزاهة في المسابقة لكن انتو بتتكلموا فيه وتامر امين مدايق نفسه في حت تمسكها قد كده ومشو اخداله من بلوة كبيرة بتتكتب وبتتقال في الاعلام ان انا الاقي رئيس نادي او مالك نادي يدفع لنادي اخر فلوس استخدام حكام لنادي تالت الاهلاي لعب المصري فلوس الحكام وفلوس مكافئات المصري تيجي من بره ازاي تحت اي مسامة ازاي من نادي اخر حد يقدر يفاهم هلنا في اي مساحة من الشفافية والنزاهة وعدالة المسابقة وتكافه الفرص طب هو بره من سيلعب مع المصري يوم خمسة مايو هو فيه ده مش تقاطع ولا تضرب مصالح ده امر ينتهك ابسط حقوق العدالة وتكافه الفرص بين كل الاطراف والاتحاد بيتفرج لو ما كانش مسئولية اتحاد الكورة الحفاظ على نزاهة المسابقة وتكافه الفرص يبقى ايه دوره الحاجات دي في اتحادات كورة في دول جادة قاس تدخل السورة تشال لمجرد ان يتعرف ان فيه طرف تالت بيمول فلوس مباراة ضد نادي واللي صالح نادي اخر ازاي ده ازاي الاتحاد يستسهل انه ده يحصل ومش عايز حد والنبي يقول لك مش عارف رئيس الاتحاد العرب ورئيس الاتحاد الاسيوي والكلام اللي بيتقال الامر مفهوش اي حاجة غير كده خالص تامر امين منزعج لفكرة انه اي نادي حتى النادي الاهلي يدفع فلوس حكامه يجيبهم ازا كان الاتحاد وافع على المبدأ يمول عمليات التعيين على فكرة هو لما ابتدت بين الاهل والزمالك ده كان قرار وزاري والوزارة هي اللي بتدفع فلوسه صحيح يعني مفيش حاجة اسمايا النادي اللي عايز ااااااا يدفع الفلوس مفيش كده وانا لما كنت معاااااااااا jack captain ما كان بيصار ان فلوس الحكام بتتأخر في الاندية ده كان بيوصل الامر ان الحكم يستنى في قط اللبس حدا ما يدخلوله الكشف يمضي عليه ففي مرة وجتلينا شكوى الفرقة خسرت مرضوش يبعطوله الفلوس وفضل في قط اللبس مستني عشان ازاي ازاي ياخد فلوسه من النادي وهو خارج ازاي تقولهم كرامة ايه دي لما بيبحثوا ان عايزين نعمل عقوبة على النادي تقولوا نادي ايه النادي خسران وقال لك والله ما انا مديك مثلا فلازم فلوس الحكام تطلع من الاتحاد اعمل الرسوم اللي انت عايزه على الاندية ان كنت فاكر ان انا مسكت حاجة قصع من اللي مسكها تامر امين فافتكرت انه ده الاتحاد ساكت مش على الحكام ده الاتحاد ساكت على انه حد بيقول بيدفع مرتب مدرب تاني في فرقة تانية وساكت وقابل المهندس هنا ابو ريدا رئيس الاتحاد عضو في تنفيذية الفيفا اللي فيها صدفه حاجزة كده اشد ضوابط وصرامة الشفافية والنزاهة يقول لي هو هو نفسه هاي لا يمكن يكون مره عليه شانده او هو مع نفسه يقبل كده سيبكم من اي محللات تتقال شف ده فين يعني شفتوا مالك نادي يدفع مرتب نادي رئيس نادي مدرب نادي اخر او يستخدم له لعيبة ويفضل يدفع مرتبه شفتوا ده فين لسه بتكلموا علاب النظيف دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مسائل الخميس القادم ان شاء الله تصبعوا على خير ورغم كل هذا يبقى الأهل زين النوادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا